بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملني على سيد وراء الشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فاقتلب مني بعض طلبتنا أن أذكر لهم أهم كتب المذهب المالكي والكتب وما دوين ضخر وفخر للأمة فأقول وبالله التوفيق إن الكتب إن كتب المذهب المالكي كثيرة ومتنوعة ومختلفة وكثيرة كما قلت وأذكر بعضها أو سأخصص حلقات إن شاء الله في كل حلقة أذكر بعضها ففي هذه الحلقة والدرس الأول أقول وبالله التوفيق واحد أو كتاب الأول الأصل الأصل الأول وهو الموطأ للإمام مالكي بن أنس الأصباحي توفي تسع وسبعون تسع وسبعون تسع وسبعون ومئة هجرية فبلغ عدد أحاديثي التي جمعها برواية يحيى بن يحيى الليثي المصموض إثنان واربعون وتسع مائة وألف حديثا الثاني المدونة ويطلق عليها اسم كتاب المدونة ويطلق عليه اسم الأم المدونة للإمام مالك رواها الإمام سحنون توفي أربعون ومئتان هجرية ورواها سحنون عن ابن القاسم رحمه الله توفي واحد وتسعون ومئة هجرية هذا الكتاب الثاني أو اثنان ثالثا الكتاب الثالث الواضحة في السنن والفقه وهي للحافظ عبد الملك ابن سليمان القرطبي والمشهور بابن حبيب توفي رحمه الله تسعون وثلاثون ومئتان أو ثمانون وثلاثون ومئتان هجرية فيقول ابن رجد رحمه الله عن هذا الكتاب فمن لم يتفقه فيها أي الواضحة بعد معرفة الأصول وحفظه لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الراسخين في العلم ولا من المعدودين في من يشار إليه من أهل الفقه رابعا أو الكتاب الرابع المستخرجة من الأسمعة أو العتبية هي للإمام محمد بن أحمد العتبي توفي رحمه الله أي القرطبي توفي رحمه الله خمس وخمسون ومئتان لهجرة خامسا أو الكتاب الخامس الموازية للإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز توفي تسع وستون ومئتان للهجرية أو هجرية وهو من الكتب من أجل كتب المالكية وقد قال عنه القابسي رحمه الله وهو من أنفع وأجود الكتب أي كتب الإمام مالك سادس نأو السادس المجموعة للإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني المالكي أصله من العجم من موالي قريش وهو رابع المحمدين المالكيين توفي ستون ومئتان للهجرة وله كتاب الوثائق سابعا أو الكتاب السابع المبسوط في الفقه المبسوط في الفقه أو المبسوطة للإمام القاضي أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق توفي إثنان وثمانون ومئتان للهجرة الثامن أو الكتاب الثامن النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لعبد الله لعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي زيدين ابن عبد الرحمن القيرواني توفي ستون وثمانون وثلاثمئة هذا الكتاب على الرغم من صغر حجمه فقد اجتمل على جميع عفو هو كتاب ليس به هذا الشكل بالحجم الصغير إنما اجتمل على أقوال المذهب وفروع الأمهات التاسع البيان والتحصيل البيان والتحصيل لمحمد بن أحمد بن رشد الجد توفي عشرون وخمسمائة للهجرة عاشر كتاب الرسالة الفقهية أو ما يعرف برسالة أبي ابن أبي زيد القيرواني والملقب مالكين الصغير توفي ستون وثمانون وثلاثمائة للهجرة وهذا هو الذي كنت أريد أنه على صغر حجمه فقد حاوى بين دفتيه أربعة آلاف حاوى أربعة آلاف مسألات فيجب على المكلف معرفتها معرفتها ولا يسع جهلها ولا يسعه المكلف جهلها الحادي عشر والكتاب الحادي عشر كفية الطالب الرباني على رسلات ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن علي بن محمد علي بن محمد المنوفي المالكي المصري توفي تسع وثلاثون وتسعمائة للهجرة الثاني عشر الثمر الداني في تقريب المعاني لصالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي وأحد العلماء أحد علماء المالكية الذين عاشوا في القرن الرابع عشر الثالث عشر الكتاب الثالث عشر التلقين للبغدادي المالكي رحمه الله وتوفي اثنان وعشرون واربعمائة للهجرة وهو من خيار الكتب وأنفعها فائدة كما يقول العلماء الرابع عشر والكتاب الرابع عشر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رجد الحفي توفي خمس وتسعون وخمسمائة الخامس عشر الذخيرة للقراف رحمه الله توفي أربع وثمانون وستمائة للهجرة الأخير أو الكتاب الأخير سادس عشر الكتاب سادس عشر وهو القواني الفقهية لابن جزي توفي واحد واربعون وسبعمائة للهجرة وإلى هنا أو هنا نقف ثم إن شاء الله نواصل الحديث عن الكتب أو كتب المالكية في الحلقة الثانية المقبلة إن شاء الله الله هو ولي التوفيق وصله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر